عليكم. بالنسبة العيد ولحمة العيد تعالوا بقى نعمل مكبوس لحمة بترقة سهلة. بس قبل ما نبدأ بعد ازنكم ليه عندكم طلب صغير. دوسوا على قلب اللب يتخلى احمر. وعلى علامة الزاد اللي تحت صرت علشان تتابعوني وسألكم كل جديد. يلا بينا. هنجيب حمص مجروش وهننقعه لمدة ساعتين بعد كده نسلقه. هنجيب زبيب وهننقعه في ما سخنة. حلة من غير زيت وهننزل فيها ببصل متقطع مقعبات صغيرة. ونقلب ونبدأ نزوده ماية شوية بشوية لحد ما يسفر معنا بالشكل ده مع استمرار التقليب. هننزل عليه بالحمص. وندله تقليبة والبهرات اكتبها لكم على الفيديو. وشوية زيت والزبيب. ونقلب وكده يبقى الحشو بتاعنا جاهز. هنجيب ماية سخنة. ونصله اللحمة بتاعتنا. ونشيل الريم. وننزل عليها بالبهارات الصفيحة. اكتبها لكم على الفيديو. للرز هنستخدم لتر وربع من الشربة اللحمة مع عبارات المجبوسة. اكتبها لكم على الفيديو. وننزل بالرز. ونهدى علينا وربعة دهما شربة مع كوركم. وننزل عليها باللون الاصفر ده بقى. وندهن اللحمة بالدكوس وندخلها الفرن. بعد كده معلقة سامنا على الرز. ونبدأ بقى نجري في الرز بتاعنا بص الرز نفلفل وطلع يا جميل ازاي ما شاء الله. وننزل بقى الرز اللحمة بتاعتنا بص اللحمة دايبة ازاي. الفرسة بتاعتنا. هنزاين بفلفل حامي. رش ببصل. بصوا بقى يطلع معنا الشكل الجميل ده. جربوها وان شاء الله هتعجبكم. ويرب اقدر افيدكم كل سنة وانتو طيب.